السؤال بيقول حكم مريض كورونا هل يصوم او لا يصوم حسن ما بيقوله الطبيب لو الطبيب قاله انت مش هينفع تصوم لان انت لازم تشرب 3 لتر مية ولازم تاخد الادوية في المواعيد دي لان هيترتب عليها ان حالتك تتدور لا ده لازم يسمع كلام الطبيب وقد يكون في بعض الاحيين ان مريض الكورونا اللي هو في حالات معينة وفي اوقات معينة قد يجب علي ان هو يفطر ليه؟ لان هو في ساعتها يكون بيعرض نفسه للهلكة فلازم يسمع كلام الطبيب فلازم يسمع كلام الطبيب فاذا الطبيب قاله ان هو يفطر يفطر اما اذا كان هو في فترة التعافي او كان هو يستطيع وعنده نشاط واعراضه خفيفة والطبيب قاله والله تقدر تصوم برضو عنيرجع للطبيب فلو قاله تقدر تصوم ممكن ان هو يصوم لكن مش معنى كده ان هو لو افطر من اجل المرض بحسب كلام الطبيب ده مش معناه ابدا ان هو يكون قاسي ولا معناه ان هو لو صام هو قادر يصوم يبقى صيامه باطل عشان بس ما يتشوشش الناس لان فيه كتير من الناس بيقوله مش ده مرض اذا صامه هو مريض يبقى صيامه باطل لا اذا كان الدكتور قاله مرضك لا يمنعك من صيامك زي واحد كده مريض سكر وسكره ما يسببلوش خطر على حياته وبياخد اقراسه بياخد الاقراس بعد الفطار فبيفطر فلما يفطر ايه اللي يحصل بس بيفطر بعدما الدكتور بيسمح له ان هو ممكن يفطر وده ما فوش خطر على حياته